طريق مسدود يتجه إليه صراع الرواية الإعلامية للأحداث مع الجماعات المسلحة فالعام الجاري كان الأخطر للصحفيين الذين استهدفوا بشكل متعمد خلال تغطيتهم لأحداث أمنية في العاصمة كابل وهو ما دفع وسائل الإعلام الأفغانية إلى العزوف عن إرسال الصحافة إلى مواقع الهجمات حرصا على سلامتهم بعدما أصبحوا هدفا للجماعات المسلحة بعد الحوادث الأخيرة أصبحنا نحن مدراء أقسام الأخبار أمام مفترق طرق فكلما وقعت حادثة أمنية ترددنا في إرسال الصحفيين للتغطية ففي حال إفاد صحفيين إلى موقع الحادثة لا نعرف إن كانوا سيعودون أم لا فقد قتل زملاء لنا في الأشهر الأخيرة بعد الآن قد تصعب على كاميرات الصحفيين تصوير لقطات حية من مواقع الأحداث وهو ما قد تريده الجماعات المسلحة لأسيما تنظيم داعش الذي يرى استهداف الصحفيين هدفا مشروعا لمنع تغطية جرائمه وترى منظمات الدفاع عن حرية الصحافة أنه على الرغم من تأثير هذا التوجه على النشاط الإعلامي إلا أنه لم يبقى أمام وسائل الإعلام إلا هذا الخيار بعد قتل أكثر من 12 صحفيا في مثل هذه الهجمات منذ بداية العام الجاري وحتى الآن قتل 15 صحفيا في كل من كابل وقندهار وجلال بات وغيرها من المحافظات وأصيب 20 آخرون وللأسف معظم هؤلاء قتلوا في كابل أثناء تغطيتهم لحوادث أمنية وهو ما أثر على مجمل التغطية الآلمية في البلاد عامل آخر هو تراجع التمويل لوسائل الإعلام وغياب سوق اقتصادي يمكن الاعتماد عليه في استمرار وسائل الإعلام كان دافعا للكثير من هذه الوسائل الإعلامية لإيقاف عملها وهو ما ينظر بضياع ما تم إنجازه رغم المناخ الإيجابي الذي وفرته قوانين متعلقة بحرية الصحافة في أفغانستان إلا أن الوقائع على الأرض تجري عكس ذلك فالعنف الموجه تجاه الصحفيين يمثل تحديا متصاعدا أمام حرية الصحافة التي تتراجع يوما بعد آخر سفة الله صافي الحرة كابل